اهلا ومرحبا بكم في حلقتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء نلتق اليوم في ختام الفصل الرابع صورة 23 يوليو 1952 الحلقة اللي فاتت كان فيه بعض الاسئلة انا كتبتها وسبتها كالمعتاد بحس ان احنا نشوف ونضرب مع بعض اول سؤال نشوف مع بعض كانت قرارات اكتوبر 1951 في صالح القضية الوطنية ركز في السؤال قرارات اكتوبر 1951 في صالح القضية الوطنية العبارة صح صح الياه والساز نقول بسبب الغاء المعاهدة الغاء معاهدة كام 36 واطلاق الحرية للنضار المسلح ضد الانجليز وبداية مهاجمة انجلترا واعادة العلاقة الى احتلال اتنين صح وغلط كان النظام الملكية في عهد محمد علي من اسباب ثورة يوليو العبارة صح نقول لان محمد علي هو اول من اوجد زيارة الاقطاع وسوء توزيع الملكية كان هناك علاقة بين ازمة فيضان النيل الف تمنمية والتمانية وصورة يوليو العبارة صح لان في ازمة الثمانية محمد علي استغلها وغير اجراءات الملكية وصادر الاراضي وقام بتوزيعها مرة اخرى ايضا فاوجد ظاهرة الايه الاقطاع طيب اه نشوف برضو مع بعض اختر كان العامل الرئيسي لنجاح الزباط نشوف كده كان العامل الرئيسي لنجاح الزباط الاحرار في النادي العامل الرئيسي في نجاح الزباط في انتخابات النادي لو فاكرين الحالة اللي فاتت الملك محمد نجيب عبد الناصر حسين سر عامل بنقول طبعا مين الملك هو العامل الرئيسي في نجاح تنظيم الزباط الاحرار في انتخابات النادي صح وغلط كان هناك علاقة بين فشل الثورة العربية وظهور تنظيم الزباط الاحرار هل في علاقة بين نتائج فشل الثورة العربية وظهور تنظيم الزباط الاحرار العبارة صح صح ليه بنقول نتيجة الفشل الثورة العربية انصراف الشخصيات البارزة عن المقاومة وصانع البعض منهم الأجانب صانع الأجانب هم الخوانة أو عملاء الاستعمار فظهر تنظيم الزباط الأحرار للقضاء على عملاء الاستعمار التي ارتبطت مصالحهم بوجوده وعلى رأسهم الملك كانت مخالفة أبناء محمد علي عسكريا كانت مخالفة أبناء محمد علي عسكريا يعني أولاد محمد علي خلفه محمد علي عسكريا سببا في كم صورة يوليو العبارة صح والدليل نقول ان هم مهتموز يا محمد علي ببناء الكوى العسكرية الزيتية النظامية من خلال انشاء مصانع الأسلحة والزخيرة وعملوا الاستيراد من مورة البلاد في صفقة صفقة ايه الأسلحة الفزدة والتي كشفت التحقيقات عن تورط الحاشية فيها ده كان من أسباب صورة يوليو حققت صح وغلط مقاعدة 36 استقلال البلاد لمصر العبارة غلط ليه غلط يا أستاذ لأن الجيش المصري عمل صورة يوليو لتحرير البلاد من الاستعمار لأن المعاهدة لم تؤدي الاستقلال الحقيقي كان هناك علاقة بين محمد علي وقيام صورة يوليو العبارة صح ليه أستاذ محمد علي كان ليه علاقة بصورة يوليو ده محمد علي مشي قبل صورة ايه يوليو بكتير نقول لها ان محمد علي هو أول من أوجد ظاهرة الاقطاع وسوء توزيع ملكية الأرض التي كانت من عامل الصورة محمد علي أول من أسس الحكم الدكتاتوري في مصر والانفراد بالحكم فكان ذلك من أسباب قيام الصورة محمد علي أول من كون الجيش المصري الذي قام بإيه بصورة يوليو طيب تمام هنبدأ درسانا النهاردة كده بسرعة عشان نشوف ربنا سهل الأسباب المباشرة لصورة يوليو الف تسعمائة اتنين وخمسين هنتكلم على الأسباب وعلى قيام الصورة الأسبوع اللي فات أنا خلص معكم انتخابات النادي وقلنا في انتخابات النادي معليش كان الوقت دايق ما قادرتش يقول إيه آآ أسئلة كتيرة يعني هنقول النهاردة الأسبوع اللي فات قلنا نجح إيه في انتخابات نادي الزباط الجيش الزباط الأحرار فوز صاحق لمحمد نجيب برئاسة مجلس إدارة الإيه النادي الملك طلب من الزباط تمثيل سلاح الحدود بقدو في مجلس الإدارة كان ده سبب في إيه نخلي بقى لنا كده في دي بسرعة كده ارتهي عيدها تاني اجتماع ستاشر يونيو الف تسعمية اتنين وخمسين ده كان اجتماع مين اجتماع الزباط الأحرار ايه السبب طلب الملك الملك طلب ايه تمثيل سلاح الحدود بعضو في مجلس الإدارة قال لهم خدوا معكم واحد من سلاح الحدود في مجلس الايه الإدارة طيب بنقول اجتمع الزباط وده كان يعتبر اخطر اجتماع عسكري ركز معي كده اخطر اجتماع عسكري بشهادة المورخين منذ الصورة العرابية خلي بالك من الكلام اخطر اجتماع ليه منذ الصورة العرابية اثبت هذا الاجتماع بما لا يدع مجلس شك اثبت ايه ان الملك فقد السيطرة على ايه على الجيش ويه تاني ان الجيش اسقط ولاءه للملك فقد الملك السيطرة على الجيش ازاي يطلب هما يفكروا علاوة على ان هنا بنقول عندي الجيش اسقط ولاءه للملك في رفض الجمعية العمومية الغير عادية رفضت ايه الجمعية العمومية غير العادية طلب الملك بالاجمع قالوا لا الامر الذي سيؤدي الى خروج الصورة الى حيز الايه العلانية طب تمام نقول سؤال تاني كده معنا اختر اختر من العوامل المساعدة لنجاح الزباط الاحرار في انتخابات النادي من العوامل المساعدة لنجاح الزباط الايه الاحرار في انتخابات النادي واحد الملك اتنين محمد نجيب تلاتة الرئيس عبد الناصر اربعة حسين سري عامر نخلي بالك كده من العوامل المساعدة النجاح الزباط الاحالة في انتخابات النادي الملك محمد نجيب عبد الناصر حسين سري عامر ناخد سؤال تاني كده صح وغلط كان اجتماع ستاشر يونيو الف تسعمية اتنين وخمسين اول اجتماع منذ الثورة العرابية خلي انا بقولش اخطر انا بقول اول اجتماع منذ الثورة ايه العرابية نقول سؤال برضو عليها تاني جده سؤال تاني لما نقول صح وغلط تقررت اجتماعات الزباط بعد الثورة العرابية تقررت اجتماعات الزباط بعد الثورة الايه العرابية اسئلة هي اكتب وراي عشان نعرف بس الدنيا في ايه تتدرب عليها ونخلي بنا طيب هنبدأ نتكلم على قيام صورة يوليو بص معايا جده بنسمع الاسباب المباشرة لقيام صورة يوليو ليه ليه قامت الصورة في هذا المعاد بنقول حد التنظيم الزباط الاحرار والهيئة التأساسية للزباط الاحرار منذ بدايتها البداية كانت سنة كام لو حد فاكر معنا بداية التنظيم الف تسعمية تسعة واربعين ان الصورة هتقوم بعد ايه بعد ست سنوات من بداية التنظيم يعني تسعة واربعين الصورة تقوم سنة كام خمسة وخمسين ليه الصورة قدت نفسها فترة كبيرة لنشر افكار التنظيم داخل كل وحدات الجيش وفروعه طيب الصورة ما مش كده الصورة قامت مبكرة تلس سنوات عن معادها قامت ايه اتنين وخمسين طيب عند الوقت لو سألت قلت ليه قاله ست سنين منذ البداية خمسة وخمسين اللي نشر افكار التنظيم تنظيم سري هياخد وقت انه ينشره في الجيش كله طيب الصورة كملت لا قامت مبكرة كام سنة ثلاثة اتنين وخمسين طيب ليه بقى قامت بدرة عن معادها بتلس سنين نقول عندي اسباب كتيرة تعدد اجهزة الامن فيها جهزة امن خاصة بالملك الحرس الملكي البوليس الحربي البوليس السياسي وخبرات انجلترا وخبرات امريكا كل ذلك كان بيتعقب ايه نشاط الزباط والبحث عنهم اللي هم الزباط الاحرار يعني كده هيتقبض عليهم لو التنظيم ايه ما عملت صورة حريق القاهرة الحريق كان سنة كاملة لو تفتكر اتنين وخمسين يوم السبت الايه الاسود ستة وعشرين يناير طيب ايه علاقة الحريق والتعجيل الحريق ده خلق حالة من الفوضى فالزباط قالوا احنا نعمل الثورة ركز معي كده الثورة كان المعدل الاول كام خمسة وخمسين الف وتسعمائة خمسة وخمسين قالوا لأ احنا نعمل الثورة امتى اربعتاشر نوفمبر اتنين وخمسين ده بنسميه تعجيل سانوي ايه اللي يساعدك في كده حالة الفوضى التي اقابت الحريق وتوالى اربع وزارات مستقلة غير منتمية الاحزاب دنيا فوضى محدش يقدر يحل لأربع وزارات جوان من ايه من يناير ليوليو حل مجلس ادارة النادي ستاشر يوليو حل مجلس الادارة كان فيه رئيس ايه وزير حربية اسمه حيضة ارباشة حل مجلس ادارة النادي ارضاعا للمالك في ستاشر يوليو اتنين وخمسين فده طبعا قدى الى انقامة عبد الناصر بعدة اجتماعات متتالية سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر لبحث الموقف وتحديد معادة الثورة طب تمام لما نجي نقول عندي عجل الملك من اللي عجل الملك عجل بايه باشعال المعركة مع الزباط الاحرار طبعا انا عندي فيه اكتشاف لأسماء التنظيم الملك باقي يعمل ايه عجل الملك باشعال المعركة مع الزباط الاحرار عجل باشعال المعركة ازاي اول حاجة احنا لست سئلين حل مجلس ادارة النادي. وعزل محمد نجيب. طبقا المالك كده حل مجلس الادارة مرتين وعزل محمد نجيب مرتين. اتنين تعيين ركز في دي وزارة الهلالي. احمد نجيب الهلالي. هيمسك الوزارة. الكلام ده كان امتى? اتنين وعشرين يوليو. وهيعين مع مين بقى في الوزارة ركز في الكلمة دي كده? اسماعيل بيك شيرين. طبقا اتاني معايا. المالك هنا هيعاين مين? الوزارة جديدة برقاس الهلالي بعد محل مجلس الادارة. اتنين وعشرين يوليو. ومعاها مين بقى? اسماعيل بيك شيرين ده مع الهلالي. طب اسماعيل بيك شيرين ده ايه? عينه وزيرا للحربية. طب ايه الغرض? ايه الغرض? من تعيين شيرين? التنكيل. هينكل بمين? بالزباط? الاحرار. من خلال ايه? الطرد من الخدمة. يعني معناه التشريد. بعد كده الاعتقال. طبعا ساعتها كان اكتشف اتناشر اسم من اسماعيل التنظيم. فعيونه ايه اسماعيل بيك شيرين? هتنفز? قالها هنفز. هتعمل في الزباط الاحرار اللي عام ننتمره على الملك. قال لك هنطردهم من الخدمة نرفضهم. كده بقى اتشارد وما فيش حماية. اعتقال وسجن ورفض الوظيفة. طب جميل. ايه الحل? الرئاسة عبد الناصر طبعا بدر بعقد اجتماعات متتالية. عمل تلات اجتماعات. طبعا الزعيم عبد الناصر. دعا بقى الهيئة التأساسية المجلس الزباط الاحرار. وعمل اجتماعات سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر. ليه يا استاذ? لبحث الموقف. طب يعمل ايه بقى الكلام ده? وحدد. حدد الرئاسة عبد الناصر ان الصورة تقوم اتنين وعشرين ايه? يوليو. طبعا ده المعاهد التالي. ليه? للاطاحة بوزارة الهلالي. لازم يشيل الهلالي قبل اعداء واليمان الدستورية. الهلال هيمسك اتنين وعشرين. هيمسك اول ما يمسك هيجيب مين? اسماعيل بيكشرين. شيرين هيناكل بالزباط وعملنا مشاكل كبيرة. قبل شيرين بيجي وينكل بالزباط احنا هنعمل ايه? نشيل الهلالي بوزارته بوزارة اسماعيل بيكشرين الحربية. ونعمل الصورة. فلما تعذر ذلك اليوم. اليوم ده تعذر يعني ما قدرش يعمله في يوم كام? اتنين وعشرين للدنيا صحية. طب نعمل ايه? تم الارجاء لتلاتة وعشرين يوليو اتنين وخمسين وقامت للصورة. طيب هنا هنحط برضو كده في عجلة مع بعض كده ايه هي? مواعيد الصورة. ركز معي. انا عندي فيه اكتر من معاد. ازاي? معاد الاولاني واحد. اول معاد ده الف تسعمية خمسة وخمسين. ده المعاد الاولاني. طب المعاد التاني. اربعتاشر نوفمبر اتنين وخمسين. طب المعاد التالت. اتنين وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين. طب المعاد اللي قامت في الصورة. تلاتة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين. كل معاد من دول بسؤال. خلي بالك معايا. طب المعاد الاول خمسة وخمسين. المعاد ده حصل له تغيير. ليه تغير يا استاذ? وليه يتاخد? وقال لك عشان نشر الافكار. نشر الافكار هناخد فترة. طب ليه تغير بقى من خمسة وخمسين لنوفمبر اتنين وخمسين. تعدد اجهزة الامن الخاصة بالملك. حريق القاهرة. حالة الفوضى. طيب نرجع لحد هنا. ليه اتنين وعشرين? مش كم? مش اربعتاشر نوفمبر. نقول للاطاحة بوزارة الهلالي واسماعيل بكشيرين الذي كان الغرض منه الاطاحة والتنكير والطرد والتشار للزباط الاحرار. طب ليه ما بقى اتنين وعشرين بقى اتنين وعشرين? فلما تعزر ذلك اليوم. مقدروش لان البلد صاحية. قال لك نعمله يوم كام? تلاتة وعشرين. تبقى خمسة وخمسين. تعجيل سنوي. تعجيل سنوي النوفمبر اتنين وخمسين. بعدها تعجيل شهري لاتنين وعشرين يوليو. بعدها تأجيل يومي لتاتة وعشرين ايه? يوليو. نخلي بقى هنا من اربع ايه? موعيد دول. ونشوف الدنيا فيها ايه كده. نركز مع بعض في الفقرة دي. طيب هنا الثورة هتقوم. الثورة هتقوم. في خطة كبيرة للثورة. ان الجيش يسيطر على كل ايه? ادارات الدولة الكبيرة زي ادارة الجيش. مؤسكرات الدولة في الحقيق السبب والماظة. دار الازاعة المصرية. احكام السيطرة على الطرق الداخلية والخارجية المؤدية لمؤسكرات الجيش في الخارج. تمام? عاملة الصورة. طبعا اول حاجة في الصورة لما عاملة الساعة واحدة بالليليوم تاتة وعشرين يوليو بالسيطرة على كل المراكز دي. كان اهم حاجة ان الساعة سبعة الصبح يزيقوا ايه بيان الصورة. بيان الصورة هنا هتزعب اسم مين? احنا عندنا هنا المؤسس الحقيقي فعلا اللي تعب واللي عمل التنظيم واللي جاذب بمستقبله في حياته والزعيم عبد الناصر. ومعها ايه? تمان افراد تاني تسعة من التنظيم. التنظيم الاساسي واللجنة الاساسية للقيادة تسعة افراد. طيب عبد الناصر هنا هتزعب اسم الرئاس عبد الناصر عبد الناصر كان صغير في السن. ومعنا يعني ايه? لو كبير ووطني. اللواء محمد نجيب مدير سلاح المشاء. طيب احنا نزعب ايه بيان باسم مين? باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. بيان الصورة من البيانات المشهورة جدا. طبعا ما حدش اعرف ان فيه صورة وفيه سيطرة للجيش من بالليل على الدولة. نزعب البيان الصبح في الازاعة المصرية. ازاعة طبعا بصوت الايه البجباشي اه محمد انور السادات. انزعب اسم مين? تقديرا للوضح. باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة. الى الشعب المصري. بني وطني. لقد اجتازت مصر فترة عصيبة من تاريخها الاخير. من الرشوة والفساد. وتسبب المرتشون والمغرودون الى هزيمتنا في حرب فلسطين. اما فترة ما بعد هذه الحرب. فقد تضافرت عوامل الفساد. وتولى امر الجيش اما جاهل او خائن او فاسد. حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى هذا فقد قمنا بتطهير انفسنا. وتولى امرنا داخل الجيش. رجالا نسق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد ان مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب والله الموفق. ده بيان الصورة اللي ازاع في الازاعة المصرية الصبح. وبدأ يزاع ويتقرر على مدى فترات متقطعة. كل نصف ساعة انزع البيان. معنى كده ان مصر كلها عارفت ايه? ان في صورة. حصلت في الدولة وسيطرت الجيش على كل مقاليد الدولة في هذه الفترة. طب هل هذا البيان كان له تأثير? طبعا فيه نتائج كبيرة جدا ترتبط على هذا البيان. ايه النتيجة المترتبة على ازاعة البيان? فيه نتائج بالنسبة للجيش. وفيه نتائج بالنسبة للرئيس محمد نجيب. وفيه نتائج بالنسبة للشعب المصري. وفيه نتائج بالنسبة للازاعة المصرية. كل واحد قد دوره. ازاي? لما جاول بالنسبة للجيش. قال لك كل وحدات الجيش في القاهرة ما كانتش تعرف انه في الصورة. فصارعت بالانضمام للصورة. الجيش كله نضم. الزباط الشبان المنتمون للصورة تولوا القيادة. ونحوا القادة القدامة. زباط الجيش مسكوا ايه? الملاكز القيادية في الدولة وعزلوا ايه? الخونة وعلمان الاستعمار. الرئيس محمد نجيب طبعا خرج ازباتا للصورة. على ظهر سيارة مكشوفة. يجوب سوارع القاهرة. خرج الرئاس محمد نجيب من مقر الجيش. اه على ظهر سيارة مكشوفة. تحيت به الدراجات البخارية. ده ازبات ودليل ان الصورة قامت. وهنا البيان الزعب اسم محمد نجيب. شعب المصر طبعا ابتهاج كبير جدا وترحيب. بصورة ايه? تلاتة وعشرين يوليو. ناس كلها التفت حول اجهزة الراديو في ايه? في المقاهي العامة والمهادين بيسموع البيان اللي بيزع على فترات متقطعة قابل الشعب الصورة بالابتهاج والترحيب. الازاعة طبعا لم تتوقف الازاعة عن ازاعة البيان ايه? للصورة اكتر من مرة. عشان يوصل كل ايه? مصر ويعرف كل الناس ان فيه سيطرة من الجيش. والدولة اتغيرت والفساد انت. ده بالنسبة مين? لتعجيل الملك فاروق بخطة الايه? الثورة او تعجيل الملك فاروق الزباط لاشعال المعركة وقيام الايه? الثورة. طب تمام. ازاعة البيان الاول للصورة? الثورة نجحت. الملك هنا هو اللي موجود. طب هنعمل ايه في الملك يا واستاذ? ملك يمشي. يمشي ازاي? مغادرة الملك فاروق البلاد. ازاي? بعد استقالة الهلالي. الهلالي اسرع وزارة في تاريخ مصر اربعة عشرين ساعة. جاي يوم اتنين وعشرين مش الظهر يوم تاتة وعشرين. قدم استقالة. كلف الملك. كلف مين بقى? علي باشا ماهر بالوزارة. طب ازاي مش انت قلت الصورة قامت والجيش مسك الدولة? ما هو الملك كلف علي مال بالوزارة? بناء على طلب مجلس قيادة الصورة. مجلس قيادة الصورة اللي طلب من الملك تألف وزارة برقاسة علي ايه? ماهر. طب وبعد كده في عند اجتماع مشهور. ايه الاجتماع ده? اجتماع بعد ظهر تلاتة وعشرين يوليو اتنين وخمسين في مجلس قيادة الصورة. طب لما اجتمعوا هنا عندي تلاتة وعشرين يوليو برئاسة اللي هو محمد نجيب قرر الظباط. ايه اللي حصل? ها? عزل الملك. مع ارسال وحدات عسكرية للاسكندرية. الملك يمشي. وهيبعت الظباط الاحرار ومجلس قيادة الصورة كان الملك سيقاته في قصر رأس التين في اسكندرية. هيبعته وحدات عسكرية الى اسكندرية تدائما للحامية العسكرية الموجودة هناك من الاسلحة المقاتلة تعاون في عزل الملك. طب تمام. طب قرار تلاتة وعشرين يوليو عزل الملك. وحدات عسكرية هتروح من مختلف الاسلحة القتالية الاسكندرية تعزيزا للحامية العسكرية العزل الملك. وطارده من البلد يمشي الملك. طيب تمام ايه اللي حصل بقى? علي ماهر راح مقدم وثيقة التنازل. علي ماهر الموضوع مش مستهل ده كله. احنا نخلي الملك ايه ميت ايه ميت ايه ميت ازلش احنا نتنازل عن الحق. فقدم علي ماهر وثيقة التنازل للملك. الملك اتنازل. وبالفعل وثيقة التنازل آآ اللي قدمها علي ماهر. امر ملك لقم ستة وخمسين لسنة اتنين وخمسين. ده امر ملكي كتب علي ماهر للملك فاروق. نحن فاروق الاول ملك مصر والسودان لما كنا نبتغل خير دائما لامتنا ونتمنى سعادتها ورقيها وتجنبها المصاعب التي واجهتها في الايام الاخيرة قررنا النزول على ارادة الشعب المصري لولي عهدانا الامير احمد فؤاد التاني. صدر ذلك في قاصر راس التين لصاحب المقام الرفيع علي باشامال العمل بمقتدى. ومع غروب شمس يوم ستة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين غارب حكم اخر حاكم من اسرة محمد علي الى الابد بعد مية سبعة واربعين سنة حكم. نقدر نقول ان الجيش اثبت جدارة كبيرة في التخلص من هذا النظام الفاسد بتنازل الملك لابنه الطفل الصغير ثم رحيلهما نهائيا من مصر. كده مصر ليست مجمهورية. ما زالت مصر تخضع له الاسرة العلوية. لان احنا قلنا الملك فاروه ما تعزلش. الملك اتنازل للامير احمد فؤاد. له احمد حسن. طب الحال دلوقتي هو مشي. في مجلس وصاية هنا. في مجلس وصاية ازاي? مصر لا تزال باسم الاسرة العلوية من اتنين وخمسين لتلاتة وخمسين. طفل الصغير مشي مع ابوه. احمد فؤاد التاني. مين اللي هيحكم هنا عندي? هيحكم هنا الزباط الاحرار كوصية على الملك الصغير. لما نشوف الدنيا هيحصل الفاء ايه? وده طبعا كان بيتميز بالايه? بالزكاء السياسي لمجلس تنظيم الثورة او للهائة التأساسية لتنظيم الزباط الاحرار. العزل ما جاش هنا فجائي. في ملوك كتيرة في العالم هيزعله. طاليا. الاردن. السعودية. العراق. كل الانظمة الملكية بتزعل. طب والحال انهد الامور كده ونشوف عدم تدخل في حالة ايه? اه طرد الملك مع بقاء الدولة باسمه ونشوف اللي هيحصل. تدريجي كده السياسة عايزة. يعني ايه? شغل هادي شوية مش عايزين اه تدخل وتزاحم في الاحداث وتحصل مشاكل مع الدول المؤيدة للانظمة الملكية. طيب مش الملك كده خلاص هو ابنه. هنبدأ نتكلم عن انجازات الصورة. قبل ما نتكلم عن انجازات الصورة ليها مبادئ. ليها مبادئ والمبادئ تشكل اولويات. ايه هي مبادئ الصورة? في عندي تلات مبادئ بنسميهم القضاء. وتلات مبادئ بنسميهم الاقامة. والحفظ بالترتيب. تلات مبادئ قضاء وتلاتة اقامة. طيب القضاء على ايه? واحد الاستعمار واعوانه. اتنين القضاء على الاحتقار وسيطرة راس المال الاوروبي. تلاتة القضاء على ايه? على ظاهرة الاقطاع وسوق توزيع الملكية. اربعة. اقامة ايه? عدالة اجتماعية بدل الظلم الاجتماعي اللي كان موجود. خمسة. اقامة جيش قوي. بدل الجيش اللي كان بتتولى قدرته انجلترا وتعمل على اضعافه وتخلفه. اقامة حياة ديمقراطية بدلا من النظام الدكتوري وانحلال النظام الحكم. نخلي بقنا من الست مبادئ. الست مبادئ تحفزه بالترتيب بالترتيب. بالترتيب ازاي? يعني انا هجح اسألك ركز معا كده? ركز مع الله خليك. السؤال في رقم المبدأ. مش في اسمه. يعني هقول لك نجح الصورة طيوله بتعاقل مبدأ التالت. بس. طبعا انت لو مش حافظ ان المبدأ التالت القضاء على الاقطاع مش هتقدر ايه? تثبتهم. هنشوف نشوف مع بعض وحنا شغالهم. نبدأ في الانجازات. الصورة لا انجازات يا اكتر صورة في العالم تمتعت بالكسير من الانجازات. الانجازات الداخلية. الانجازات العربية. الانجازات الافريقية. الانجازات الدولية. ركز كده? لو انجازات يعني مش مجرد الكلام احنا بنكتبه كصورة او هيئة لا. لا انجازات. الانجاز الداخلية عندي بصورة كبيرة. على المستوى الداخلي في الاقتصادي. وفيه السياسي. وفيه الاجتماعي. على المستوى العربي سواء في اسيا او سواء في افريقيا. على المستوى الافريقية من كل نوع في المساعدات. على المستوى الدولي. كل دول الايه? العالم. يعني فعلا صورة الف تسعمائة اتنين وخمسين حقيقة تعد ام الصورات في دول العالم الثالث. الرئيس عبد الناصر كان بطلا قوميا وافريقيا ودوليا بالمعنى العام. الرئيس عبد الناصر بطل قومي في المقام الاول وصاحب انجاز وصاحب صورة. بالفعل استطاعت من تغيير مقاييس الدولة. ولكن احنا بيجوب عندنا ما تلاقيها هذه الدول. من اه طبعا ما يحدث في الخارج ادمغة جامدة وافئدة حاقدة وانفس موطورة تسببت في ضرب الكثير من اصلاحات هذه الصورة. ولكن يعني بالمعنى العام انا يعني بايد صورة اتنين وخمسين. تايد كل لان بالفعل الصورة اطاحت بالكثير من الفساد واحدثت الكثير من التغيير الايجابي. وهنشوف مع بعض احنا شغالين. طيب هنشوف عندي كده الانجازات السياسية. او الانجاز السياسي. واحد. الغاء. دستور الف تسعمية تلاتة وعشرين. الكلام ده امتى? اركز معايا كده. الكلام ده تم في ديسمبر اتنين وخمسين. طوحورين بقى. ركز في التوريخ اللي انا بكتبها دي. ركز فيها قوي. طبقا حاجة لغاء دستور تلاتة وعشرين. اتنين. الغاء النظام الملكي. واعلان النظام الجمهوري. وتعيين اللواء محمد نجيب. اول رئيس جمهورية. امتى بالتحديد الكلام ده يا استاذ بقى? طمنتاشر يونيو. الف تسعمية. ركز معايا. تلاتة وخمسين. ركز في التوريخ. ركز في التوريخ مهمة جدا باليوم. يعني اقول عندي. طمنتاشر يونيو تلاتة وخمسين. ده بنسميه ايه? دي الجمهورية. طب بعدها. حل جميع الاحزاب السياسية ومصادرة اموالها. امتى? يناير. ركز في الشهر. يناير تلاتة وخمسين. يناير تلاتة وخمسين. حل جميع الحزاب السياسية يناير تلاتة وخمسين. شوف الشهر انا ماشي بقى ازاي? كل نقطة فعش شهر ايه? هنعيد تاني. بعدها اتفاقية الجلاء مع الانجليز. عملنا اتفاقية الجلاء. امتى بالتحديد? ركز معايا. تسعتاشر. تسعتاشر ايه? اكتوبر. تبقى توقيع اتفاقية الجلاء. تسعتاشر اكتوبر. سنة كام? الف تسعمية اربعة وخمسين. تاني. توقيع اتفاقية الجلاء تسعتاشر اكتوبر اربعة وخمسين. والتي تنص على رحيل الانجليز في مدة لا تزيد عن عشرين شهر. مما ادى الى رحيل اخر جندي انجليزي. اخر جند انجليزي. من مصر. امتى اخر عسكرة انجليزي ماشي? ركز معايا. تلاتاشر. تلاتاشر. يونية. تلاتاشر يونية. الف تسعمية ستة وخمسين. بص معايا في التوريخ تاني. الجلاء تسعتاشر اكتوبر اربعة وخمسين. رحيل الانجليز في مدة لا تزيد عن كم شهر? عشرين. اخر عسكرة انجليزي ماشي امتى? ماشي يا استاذ. تلاتاشر يونية ستة وخمسين. واصبح ركز في دي. واصبح ايه اللي اصبح بقى? تمنتاشر يونية. تمنتاشر يونية. لمصر عيدان. عيدان. تمنتاشر يونية تمكن الرئيس عبدالناصر من رفع عالم مصر على مبنى البحرية في بورسعين. فاصبح تمنتاشر يونية عيدين. ليس سأل من شوية? عيد الجمهورية وعيد الجلاء. وخرج الاحتلال بعد مدة دائمة اربعة وسبعين عام. الاحتلال الانجليزي خرج من مصر بعد كم سنة? اربعة وسبعين سنة. اخر نقطة في الاصلاح السياسي. ايه هي? تأمين. تأمين. شركة. قناة السويس شركة مساهمة مصرية. وانتقال كل لها من حقوق وما عليها من التزامات للحكومة المصرية. الكلام ده امتى? ستة وعشرين يوليو. ستة وعشرين يوليو. الف تسعمية ستة وخمسين. تبقى تعميم شركة القناة السويس شركة مساهمة مصرية. ستة وعشرين يوليو. ناخد تاني مع بعضك الوضع السياسي. بص معايا كده. لما قال انجاز السياسي بالتواريخ بالشهور بالشهور. انتوا حرين بقى. الغاء دستور تاتة وعشرين في ديسمبر كان? اتنين وخمسين. الغاء النظام الملك اعلان لنظام الجمهور التأمين محمد نجيب رئيس جمهورية. تمنتاشر يونيو تلاتة وخمسين. يعني عشان قد قلنا تمنتاشر يونيو ده عيد الجمهورية. حل جمال احزابها ومصادرة اموالها تلاتة وعشرين يوليو. اه يناير الف سمائة اتنين وقت تلاتة وخمسين. اتفاقية الجلامة على الانجليز. ساحتاشر اكتوبر الجلاء الجلاء خلي بالك من الجلاء زي العرش كده. اكتوبر تساحتاشر. الف سمائة اربعة وخمسين. رحيل انجلترا في مدة لا تزيل عشان شهر. راحل اخر جند انجليزي تلاتتاشر يونيو ستة وخمسين. الرئاس عبدالناصر رفع عالم مصر على مبنى البحرية تمنتاشر يونيو. اصبح تمنتاشر يونيو عيدين. عيد الجمهورية والجلاء. وراحت الجلترا بعد كم سنة? اربعة وسبعين سنة. تعميم شركة قناة السوي الشركة مساهمة مصرية. ستة وعشرين يوليو كام? ستة وخمسين. طيب نشوف مع بعض كده السؤال ده. نقول صح او خطأ. نجحت صورة تلاتة وعشرين يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين في تحقيق المبدأ الاول. نجحت صورة يوليو دونه خمسين في تحقيق المبدأ الاول. لازم اكون عارف المبدأ بالترتيب عشان اعرف ايه? اتكلم عليه. طيب سؤال تاني اختر. تم تعميم قناة السويس. واستعادة مصر ملكيتها قبل معادها بنوعة عام. تاني السؤال ده? تاني. تم تعميم قناة السويس. واستعادة مصر ملكية القناة قبل معادها بنوعة عام. تمانية. تمنتاشر. ستاشر. اتنين وعشرين. تاني معايا كده? تم تعميم قناة السويس. واستعادة مصر ملكيتها قبل معادها بنوعة ايه? عام. طيب سؤال كمان برضو. تقولت ان هنا ايه? صح وغلط? تم حل جميع الاحزاب السياسية. يناير تلاتة وخمسين. ومصدرت اموالها لصالح الشعب. صح ولا غلط? صادروا لايه? اموالها فعلا? وحلوا جميع الاحزاب? برضو صح وغلط? قامت صورة يوليو. بالغاء دستور تلاتة وعشرين. كلام ده امتى? في ديسمبر تسعمية اتنين وخمسين. لاغوا فعلا دستور ده لا ملاغوهش. دي هسير على الوضع الايه? السياسي. كرب كده وشوف معنا وهنشوف مع بعض زي منحل كل مرة. طب هنبدأ نتكلم على الاوضاع الاقتصادية. واحد في مجال الزراع. كلام بقى بسيط. استصلاح الاراضي. فين? الوادي الجديد. ومدرية التحرير. انشاء السد العالي. تسعمية وسبعين. ليقي مصر من خطر الفيضان العالي. وخطر الجفاف. دي سهلة جدا ايه. طبعا السور عمل على استصلاح الاراضي اول واحد عمل على استصلاح الاراضي عبدالناصر الله يرحمه في الوادي الجديد. انا رحيت الوادي الجديد. الوادي الجديد بيمثل حوالي خمسة واربعين في المية من مساحة مصر. حتى هناك معظم القرى ومعظم الاماكن مسامها باسم العواصم الدول العربية. تونس الكويت باريس. ماشي مساحة كبيرة جدا. اتصلاحك في الوادي الجديد. التحرير وغرب النبرية اللي ايه ايه طريق مصر اسكندرية السحراوي. السد العالي. السد العالي عمل مصلحة كبيرة. حمى مصر من خطر الفيضانات العالية التي كانت تغرق وتغطي مساحات كبيرة من الارض الزراعية. مع حماية مصر من خطر الجفاف في حالة نقص الامطار المسلمية. انت عندك بص معي كده. اه دي نهر النيل اهو. نهر النيل اهو. ركز معي. هنا كده في عندي في اسوان خزان اسوان. هنا بقى في الجنوب هنا السد العالي. السد العالي عمل بحيرة ناصر وورا بحيرة كبيرة. روحت انا السد العالي وروحت جنوب بحيرة ايه السد العالي في ناصر النوبة وكل دي كل دي سكان مصرين حوالين الايه البحيرة. بساحة كبيرة جدا من البحيرة ملانة بالمية. حصل لقدر الله نقص في المصدر الموسمي. اللي بيعود ده ايه عندي بقى? بحيرة مين ناصر. المية جاء كتيرة جدا في المصدر الموسمي. البحيرة هنا ايه بتتميلي? والسد بيحمل مصر من خطر ايه? الفيضان العالي. يعني السد عمل مصلحة كبيرة جدا. زود مساحة الارض. وفر ايه? كمية ما من اللي بتضيح في البحر. حمل ارض اللي بتغرق. عملنا استصلاح جديد. وفرنا القهربة او ولدنا القهربة. انشأنا المصانع. الجديد اللي بتحتمد على ايه? على القهربة في الجنوب زي ايه عندي مثلا كده? مجمع الالمونيوم برضو مصنع الحديد والايه والصل. طيب تمام. ده في الزراعة نشوف كده عندي في الصناعة. واحد عملت الايه? الثورة. على زيادة الانتاج القومي وزيادة الدخل من الصناعة. زي توليد الايه? القهرباء. من خزان اسوان. اتنين. التوسع في استخراج البترول. ومراكز التكرير. تلاتة. مصنع الحديد والصلب. قلعة الصناعات القبرى في الوطن العربي والمنطقة الايه? بتاعتنا. عملوا فين? في جنوب حلوان في منطقة التبين. عمل مصنع الاسمدة. فين? في اسوان. اهتم بانشاء ايه? المصانع الحربية. طبعا انت مش 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 مدرك كمية المصانع اللي عملها الرئيس عبناصر. عمل مصانع تقيلة وصل عادتها اكتر من مئة مصنع. الالمونيوم. الحديد والصلب. الاسمدة. المصانع الحربية. اللي بتزود الجيش المصري والجيش العربي بالاسمدة الحديثة. كل المصانع اللي بتاهم الرقم تسعة. تسعة الحربي تسعة وتسعين. تلاتة وستين. خمسة واربعين. المصانع المتعددة اللي موجودة كده اللي خشت منكم جامعة حلوان هشوف كمية من المصانع الرهيبة. عملتها صورة يوليو الف تسعمائة وخمسين في منطقة حلوان. وجنوب القاهرة. المصانع دي نقدر نقول ان هي من اعظم المصانع اللي توفرت السلاح والزخيرة لمصر وخلت مصر في الفترة دي وصلت الى القمة في تصنيع السلاح وتصديره للدول العربية وتكوية الجيش المصري. توسع الرئيس عبد الناصر في التعليم الفني. ومراكز التدريب المهني. طبعا الرئيس عبد الناصر لما عمل المصانع دي عاوز يدعم لكتير تعليم فني. مصانع تدريب ايه? اه مراكز تدريب مهني. يعني انت بتدخل المصنع هنا كتلميز. زي السنة والفن كده. بس بتخش في المصنع نفسه. بيحصل عندي تدريب نظري وعمل بتدرس عادي في الفصل عادي وترجح تدرس بين المكان. وبعد ما تخلص تاخد دبلوم الايه? المصنع بتدريب المهني وتشتغل في نفس الايه? المصنع. لزالة المصانع دي مفتوحة لحد النهار ده في حلوان ومنطقة ابو زعبل وشبرى. عندي بنقول اهتم بالصناعات القائمة. يعني الصناعات القديمة اهتم بيها. وادخل الصناعات الايه? الجديدة. تمام. ده بالنسبة للصناعة اه في مصر. طيب. طبعا انا قلت لك قبل كده انا بخاف من الصناعة. انا شخصيا كمدرس بخاف من الصناعة. اه انا قلفت لها اسئلة كتيرة. في السنين اللي فاتت دي. انا حاولت ادخل الصناعة في كده سؤال استنتاجي. وبقت اسئلة من الظريفة لان الربط فيها بقى كبير شوية. ده الكلام ده كان زمان على النظام القديم. لقى دلوقتي طبعا احنا شوفنا الصناعة وبالذات ابشع الصناعات عندي. صناعة خلافاء محمد علي والربط الكبير اللي بيحصل فيها وبين معاهدة لندن وبين الاحداث اللي حواليها. الصناعة دي نفس الكلام. الصناعة دي مهمة. اتكلم بس عن التجارة ونرجي انا حط الاسئلة اللي هنغطي بها الكلام ده. في مجال التجارة اهتم الرئيس عبد الناصر بالتجارة. ازاي? فتح اسواق خارجية. او بنقول توجيه تجارة مصر للعالم الخارجي. تمصير كافة الشركات وكالات الاستيراد والتصدير. ماشي? كافة البنوك والمؤسسات الاجنبية. تولت العناصر المصرية الادارة في هذه الشركات من رجال الاقتصاد الايه المصري. يعني فتح اسواق خارجية للعالم الايه الخارجي. وجه تجارة مصر العالم الخارجي برا. اه بدأ في تأميم وتمصير كافة شركات الاستيراد والتصدير. تأمين. اه تولت العناصر المصرية الادارة في هذه الشركات زي البنك الاهلي. ده بنسميه تمصير الاقتصاد وتمصير الاقدار الاقتصادية. نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا. اي سؤال هكتبه هنا في الصناعة. وهنكمل الايه? التجارة برضو معايا. نركز فيه. واحد. نقول صح وولد. قامت صورة يوليو. قامت صورة ايه? يوليو. اتنين وخمسين. بتوليد القهرباء من السد العالي اللازمة للصناعة. ده واحد. اتنين. اتنين. صح وغلط. او هنخلو لكم ايه? نخلي اختياري? نقول ده ونقول ده. كان هناك علاقة بين الاحتلال الانجليزي. مم. وخدمة الصناعة بعد صورة تلاتة وعشرين يوليو. هل كان فيه علاقة بالاحتلال الانجليزي? وخدمة الصناعة بعد صورة تلاتة وعشرين ايه? يوليو. ده كان موجود. نشوف مع بعض. صح وغلط. نجحت صورة يوليو اتنين وخمسين في تحقيق المبدأ الرابع. نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الرابع من? خلال الصناعة. نجحت صورة يوليو في تحقيق المبدأ الكام? الرابع في الصناعة. اختر تشابهت انجازات صورة اتنين وخمسين في الصناعة مع صورة ايه اتنين وخمسين في الصناعة انجازاتها تشابهت مع ركز معي كده واحد عباس سعيد اسماعيل توفيق تاني عباس سعيد اسماعيل توفيق برضو نقول تشابهة فكر يوليو اتنين وخمسين تشابهة فكر يوليو اتنين وخمسين في الصناعة مع واحد محمد علي اتنين مينو تلاتة سعد زغلول اربعة سعيد تشابهة فكر صورة يوليو اتنين وخمسين في الصناعة مع محمد علي مينو سعد زغلول سعيد خلي بنا نقول برضو صح وغلط عملت صورة يوليو اتنين وخمسين على توفير كبير لمصادر الطاقة صورة يوليو كان بتحاول توفر بقدر بيبر مصادر الايه الطاقة برضو نقول تشابهة الفكر الصناعي في خدمة الوضع الاجتماعي تشابهة الفكر الصناعي في خدمة الوضع الاجتماعي لصورة اتنين وخمسين مع محمد علي اتنين سعيد تلاتة اسماعيل اربعة مينو برضو لما بيجي نقول صح وغلط فتحت صورة يوليو اسواق لمصر في الخارج لبيع منتجات مصر انا حطت لك الاجابة في السؤال برضو انا قفلت عليك شوية في ده تاني كده معي فتحت صورة يوليو اسواق لمصر في ايه الخارج لبيع منتجاتها تشابهة صورة اخر السؤال ده خلاص تشابهة صورة يوليو في حاضر هنختم هو في التجارة مع سياسة واحد كرومر جوراست كتشنر وينجت تشابهة صورة يوليو في التجارة مع سياسة كرومر جوراست كتشنر وينجت اعزائي الطلاب مع ليش الوقت خلص سريعا الاسئلة دي ان شاء الله الاسبوع الجاة بازن الله هكملها معاكم معركة تحيات واجمل امنيات لكم من نجاح والتوفيق هذا احمد صلاح يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته